أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة ميطين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسنطان مبين فتولى بركره وقال ساحل أو مجنون فأخذناه وجنودهم فنبذناهم في اليوم وهو مليم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذل من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي سمود إذ قيل لهم تمتنوا حتى حين فأعتوا عنها من ربهم فأخذتهم الصعيق فأخذتهم ينزرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون الأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين فذلك ما جاء الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجلون تواشوا بي بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بمالوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنسان لا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فليستعجلون فضيل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور كتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفو والبحر المسجور نعتاب ربك لواكع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم داعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفاسحل هذا منكم لا تبصرون اصلواها فاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بماتاهم ربهم وقاهم ربهم مع جاب الجعيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متقين على سرر مصفوفة واززوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم زريتهم بإيمان ألحقنا بهم زريتهم ومالتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتغون يتنزعون فيها كأسا لا لوفي ولا تأسيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤوا مكنون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قول في أهلنا مشفقين فأمن الله علينا وقال عذاب السمو إنا كنا من قبل ندعو إنه هو الببر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون لم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغ لم يقولون تغول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المشيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسغلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفرهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم يقودوا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسنعقون يوم لا يظني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلموا نصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تعوم ومن الليل فسبح وإذبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوات من رتين فاستبى وهو بالأفق الأعلى ثم أدنا فتذل بكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزدة أخرى عند السدرة الموتها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما تغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى فرأيتم الله والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الزكر والأنسى ألكم الزكر وله الأنسى تلك إذا قسمة عظيزة إنه إلا اسماء سميتمها أنتم آباكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا ظن ما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا في السماوات لا تغني عشفاتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسميت الأنسى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فآرض عما تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم إن ربك هو أعلى بما يضل عن سبيله وهو أعلى بما نهتدى ولله ما في السماوات وما في العرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإسم والفواعش إلا لما وإن ربك واسع المغفر هو أعلى بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم جنتكم ببطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلى بمن اتقى فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذا عنده علم غيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في الصحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا من سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه قلق الزوجين الزكرة والأمثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة المقرى وأنه هو أغنى وأقرى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوما نوحي من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفك تهوى فغشاها ما غشاها فبعي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النزر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ومن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبغون أنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر أكذبوا واتبعوا وهواهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدزر حكمة بالغة فما تغني النزل فتولانهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشان بصارهم يخرجون من الأجداس كأنهم جراج منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوعين فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدد الفتاة ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا بواب السماء بماء منهم وفجرنا وفجرنا الأرض عيونا فالتق الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات الواحي ودسر تجري بأعيوننا جزاء لمن كان كفر لقد تركنا هاية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونزر لقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عدو فكيف كان عذابي ونزر إن رسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسن وعجاز نخل من قاهر فكيف كان عذابي ونزر لقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكذبت سموت بالنزر فقالوا وبشرا منا واحدة نتبعوه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير إنا مرسلنا قد فتنة لهم فردق واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شير بالمحتزر فنادوا صاحبهم فتعطوا فعقر فكيف كان أعذابي ونزر إنا رسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتزر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لغطن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من الشكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راوتوه عن ضيفه فطمسنا عينهم فزوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فزوقوا عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناكم أخذ عزيز مقدر كفاركم خير من أولئكم أم لكم براة في الزبر أم يقولون نحن جميع تصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدكم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وصعر يوم يصحبون في النار على وجوههم زوقوا ما ستخارنا كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا شياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعة صدق عند مليك مقداطر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر محسبان والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان أقيموا الوزن بالقشد ولا تخزر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فرجا البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات ورغض كل يوم كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعت من تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان رسلوا عليكم أشواز من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماو فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جنة التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن قاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ذجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكية زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنسوا قبلهم ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن ليأخوذوا المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضغتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكية ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهم ننسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خدر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافع إذا رجت الأرض رجا وبستت الجبال بسا فكانت هبام بسا وكنت مزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمن وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معي لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون لحم طير مما يشتون حول عنك أمثال لؤلؤ المكرون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقدود وتلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن مشأناهن إن شاء فاجعلناهن بكار عربا أطرابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا طرابا وعظاما أئنا لممعوسون وآباؤنا الأولون قلئنا الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم مالوا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا أكلون من شجر سك فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون الشرب لهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتمنا تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم دمكهون النار لمغرمون بل نحن محلومون فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمه من المزدم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شدرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فاسبح باسم ربك العظيم فلا يقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكن لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلق وأنتم حينئذ تنزلون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأمنا إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصدية جعيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميته على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العاشية له ما يلجي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماوات وما يعلج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون وصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويلجي النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه فالذين آمنوا منكم أنفقوا لهما جلو كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أختمي ساخكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراس السماوات ونوض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عزم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرد الله قردنا حسنا فيضعفه له وله وجلون كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم رشراكم اليوم جنات وضجرهم من تحت النهار وخالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والذين في قلوم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وزرنا نقدر باسم نوركم كي نرجعوا وراكم فارتمسوا نورا فضرب بينهم بسور اللوباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصهم ورتبتم وغرتكم الحما وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم ومئس الموصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحلوض بعد موتها فقد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات ما قردوا الله قردنا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ولورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب وله وزنة وتفاخر بينكم وتكاسر في الأموال والأولاد كمثل غيث آجب القفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون احتماه في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وردوانا ما الحياة الدنيا لمتاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاو الله ذو الفضل العظيم ما أصاب بمنصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأساه على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقيصة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في زريتهم النبوة والكتاب منهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على سارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليكم إلا ابتغى ردوان الله إلا ابتغى ردوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم